يستيقظ علي أحد مدربي الملاكمة في مدينة أربيل من نومه ليجد نفسه غير مضطر لعادة توضيب حقيبته الرياضية للذهاب إلى صالة الرياضة فهنا الوضع مختلف تماماً في المدينة التي أغلقت النواد الرياضية ومراكز التدريب فيها بسبب انتشار فيروس كورونا حيث قام بتحويل منزله إلى صالة رياضية خاصة به للحفاظ على لياقته البدنية وتجنب الإصابة بالفيروس نحن من وقت اللي بلش انتشار فيروس كورونا الصالة الرياضية كلها سكرت ومعد فينا نتمرن بأي مكان تاني صار في حظر تجوال فاضطرنا نتمرن بالبيت لن نهدم كتلة عضلية لن يسرع لنا خمول بإمكانات محدودة جداً يصنع علي واقعه الجديد من الأدوات المحيطة به فكما يقال الحاجة أم الاختراع حيث يستخدم الأدوات المنزلية في التمارين حتى وإن لم تكن بذات جودة الأجهزة الرياضية إلا أنها تساعده على الحفاظ على لياقته ومهاراته بالحد الأدنى المطلوب بلش استخدم الأدوات المنزلية البسيطة مثل شنتة السفار بطل المي الكبير نحن هلأ عم سوي تمرين الديبس لعضلة الترايسيبس الثنائية واسطة الكرسي الجلوس والسرير مالتي طبعاً فيه كتير تمارين فيك تستخدمها بالبيت واسطة أدوات كتير بسيطة وفي ظل الشلال شبه التام الذي يعيشه الواقع الرياضي على الصعيد العالمي لتجنب الإصابة بالفيروس تشير جميع الدراسات الحديثة إلى أن ممارسة التمارين ولو حتى داخل المنزل في بيئة آمنة تعد من أبرز الأسلحة لزيادة مناعة الجسم والتعافي من الفيروس في حالة الإصابة به ترجمة نانسي قنقر